اهلا بحضراتكم عاملين ايه كله تمام اتمنى تكون كل حاجة كويس زي ما كنت بقولك في بداية الحلقة المسألة لا يجب ان تتعلق فقط بمسألة ان احنا بنتكلم على غزة المسألة اكبر من كده بكتير احنا بنتكلم على فلسطين المحتلة بنتكلم على حل حقيقي للسلام يعني عملية سلام شاملة ما بين قصين عادلة في المنطقة السؤال ماذا بعد تمديد الهدنة الهدنة اربعة ايام زائد يومين قد تمتد اكتر من كده كمان بس السؤال سيناريوهات ما بعد الهدنة هل هنقدر نوصل الى وقف كامل لاطلاق النار من الجانبين مستقر بالمناسبة يا حاجة مهمة جدا هل حان وقت الحديث عن السلام خلونا نرحب جدا وبشدة بضفنا العزيز دكتور حسن سلامة استاذ العلوم السياسية منورنا يا دكتور اهلا نساء نساء عمل افهم كله تمام ماذا بعد الهدنة طب نتكلم الاول عن الهدنة نتكلم على الاقل يعني نوضح للسادة المشاهدين يعني الدور المصري الحقيقة المتميز لانه انا الهدنة الحقيقة عاجباني جدا مش عاجبني بس الوصول اليها لا عاجبني الجهد المصري المبذول مصر الحقيقة لعبة يوسف دور باحترافية شديدة جدا وبخبرات شديدة جدا وتجاوزت كثير جدا من التحديات لغاية ما وصلنا الى هذه الهدنة اللي هي اربعة ايام انا حذكر حضرتك والسادة المشاهدين بمجلس الامن لما اصدر قرار بيعني دعوة الى هدنات انسانية ضربت بسلطات الاحتلال الاسرائيلي عرض الحقيقة طيب ايه اللي خلى اسرائيل تنصاع للارادة المصرية وتستجيب للجهد المصري اولا لانه مصر وسيط نزيه مصر وسيط نزيه يعني لا تؤدي ادوار وفق اجندات انما همها الاكبر هو تسوية هذه القضية زي ما حضرتك قلت كده بقالها سنوات عصية على الحال ولها مصداقية عند الطرفين سواء عند الفلسطينيين او عند سلطات الاحتلال الاسرائيلي لان لها خبرات سابق طبعا وحضرتك تعلم يمكن فيما يتعلق على وجه الخصوص بملف الاسرة مصر لعبت فيما يتعلق بشالت دور كبير جدا بدلته بالف اسير فلسطيني وبالتالي من هنا الحقيقة كان نجاح الدولة المصرية انا بعتبر دي شهادة نجاح للقيادة السياسية المصرية وللدولة المصرية ولاجهزة الدولة المصرية في التوصل الى هذه الهدنة والضغط على اسرائيل علشان نتممها لاربعة ايام وتمت بنجاح بالمناسبة تمت بنجاح لانه انا هستحضر هنا الكلمة اللي قالها السيد رئيس سيسي هي اولا حسم في القرار مرونة في التحرك ومتابعة لكل المستجدات ده بالفعل اللي حصل يا سيد يوسف انت كان عندك حسم في القرارات وكان عندك ادوات بتستخدمها علشان تضغط على سلطات الاحتلال وتستجيب كان عندك مرونة كمان في التحرك بدرجة كبيرة جدا وكان عندك متابعة وده الاهم علشان كده ايام الهدنة كانت تشهد بعض العثرات حياتك تعلم ده يقول ده انتو خرقت الهدنة وده يقول انتو خرقت الهدنة الجهد المصري كان بارزا دون طبعا ان ننكر دعم عربي وتنسيق دولي وغيره لكن مصر كانت القائد كما عودتنا دائما مصر الدولة القائد في منطقتها ودولة قائد في العالم بأسره ويمكن خبرة الهدنة دي ووصول اليها بتثبت هذا الكلام من جديد امكانية تمديد الهدنة حياتك اشارت الى انه الهدنة امكانية تمديدها اليومين وتم فعلا الاشارة الى انها سوف يتم تمديدها يومين طيب المسألة بقى هل سنستطيع ان نتوصل ده سؤال حضرتك هل سنستطيع ان نتوصل الى وقف دائم لاطلاق النار هقول لحضرتك هذا التعبير مرفوض من الاسرائيليين ومرفوض من الادارة الامريكية ليه لانهم هيعتبروا ده هزيمة منكرة انت تعلم ان نتنياهو المستقبل السياسي على المحق وهو وضع هدفين معننين قال منهم تدمير البنية العسكرية لحماس وهذا الكلام لم يتحقق حتى الان فهو هيخسر الحقيقة في الداخل الاسرائيلي بدرجة كبيرة جدا لو قال احنا وقفنا النهاردة اطلاق النار وقفا دائما وبدأنا في نصار سياسي مش معقول يعني لا تتصور ان يعني بين قوسين طبعا يعني قائد سياسي بيقول للشعب والله يا جماعة انا توقفت عن هذا الامر ومش حقق الاهداف اللي انا اعلنتها لدمرت حماس ولا قدر تجيب كل المحتجزين طيب ماذا سيحدث اذا حصلت اسرائيل على كل المحتجزين اللي موجودين لدى حماس التصريحات كلها الاسرائيلية مقلقة مقلقة للغاية مقلقة للغاية لا هو حينصاع لضغوط ولا حينصاع لتعليمات الولايات المتحدة الامريكية ولا ضغوط الرأي العام العالمي هو بيحقق هدف شخصي اكتر منه الحقيقة هدف حقيقي تبغيه سلطات الاحتلال الاسرائيلي وهو تحقيق الامان كما يدعي تمام مسألة في غاية يعني القلق الحقيقة لانه التصريحات مستمرة كمان النهاردة يمكن بن غفير طلب من نتنياهو انه هو نقض الهدنة يعني قبل ساعة اننا ابيع مع حضرتك قال له انقض الهدنة لانه لا يمكن ابدا ان نترك يعني حماس تقتل مقاتلين حسب نص كلامه يعني معنى هذا الكلام ان هناك اصرارا اسرائيليا على الاقل من مجلس الحرب بانه يستمر في العمليات العسكرية لما يعلنه هو هو تدمير حماس لكن الحقيقة انا اتصور من الهدف غير كده تماما الهدف هو الاستمرار في جريمة الحرب وجريمة الابادة الجماعية لسكان قطاع غزة وتفريغ القطاع من سكان بس تصريحات بن غفير تصريحات مفهومة في اطار التفاوض انه لازم طول الوقت ضغوط يعني بالضبط ان انا اخلق ضغط فانا اقعد بن يمين نتانياهو يقعد معا الاطراف العربية يقعد قدام الرئيس يقعد قدام الامريكان يقولون ها ضغطين علي انا ما اقدرش وهكذا فده مقبول دايما في اطار التفاوض لكن في اطار الواقع السؤال بقى ويمكن هنروح فاصل بس هحتاج اجابة السؤال بعد الفاصل هم هيقدروا يكملوا حرب سؤالك مهم اشكرك سؤالك مهم اذا فاصل ونرجع نحاول نلاقي اجابة للسؤال هيقدروا يكملوا حرب ولو هيقدروا يكملوا وهيحتاج دعم الامريكان هل الامريكان مستعدين لاستمرارية هذا الدعم ولا هيتوقفوا عند ذلك برضو انقاذا لبايدن قبل الخروج في خلال مدة تقتل عن العام فاصل ونكمل الكلام ازاي حضراتكو عاملين يا رب تكونوا بخير قلونا نجدد الترحيب بضفن العزيز دكتور حسن سلام واستاذ العلوم السياسية وكنا بنطرح سؤال هل الجنب الصهيوني قادر على انه يستأنف الحرب مرة تانية هل عنده هذه القدرة اقتصاديا هل عنده هذه القدرة على مستوى قدرته في التعبئة خصوصا احنا كل شوية عاديين بنقرأ انه الشبان اللي في سنة التجنيد اصلا بيتهربوا من الاستمرارية في هذه الحرب والانضمام ومن ناحية اخرى هل اذا كان هيمتلك هذه القدرة عبر المساعدات الامريكية هل الامريكان هيقدروا يكملوا في مساعدته هل بايدن يقدر يقف قدام الكونجرس اكتر من كده يقدر يقف قدام الرأي العام الامريكي ودفع الضرايب بعد كده طيب خلينا نفكك السؤال بتاع حضرتك لعدة مستويات المستوى الاولاني هو مستوى مجموعة من الحقائق مرتبطة باسرائيل اسرائيل معروف تاريخيا انها لا تستطيع ان تدخل في حرب طويلة لانه فكرة تعبئة الاحتياط والكلام ده ده بيكلفها تكلفة كبيرة جدا وبيوقف عملية التنمية غير التكلفة المالية دي قصة القصة التانية انه اسرائيل حتى اللحظة ما عندهاش تصور لما بعد وقف الحرب لما بعد وقف العدوان يا ترى قطاع غزة ده حيبقى شكله ايه يا ترى مين اللي حيتولى السيطرة على قطاع غزة علشان يحقق لإسرائيل الامان ده جزء جزء التاني مرتبط بالولايات المتحدة الامريكية حيثك تعلم انه زي ما نتنياهو على المحاك ايضا بايدن على المحاك لانه داخل فيه عملية انتخابية ومعروف تاريخيا يا سوز يوسف انه اليهود يصوتون للمرشح الديمقراطي بنسبة كبيرة جدا سنة 48 لغاية النهاردة يمكن وصلت ال71% تاريخيا وبالتالي هو مش عايز يخسر اصوات اليهود اللي موجودين وبالتالي برضو بيحاول انه يوازن ما بين فكرة حماية المدنيين وفكرة حق اسرائيل المزعوم في الدفاع عن النفس طيب دي حقائق قدامنا على الارض طيب ايه المتصور بقى المتصور ان احنا ندخل فيه بعض الهدنات اللي مش هتستمر طويلا من وجهة نظري لا احنا ممكن نشهد حالة من حالات استئناف عمليات عسكرية محدودة مش هتبقى بنفس الشكل اللي هو خده في الخمسين يوم اللي فاتت المنوشات المتردد المنوشات بالزبط كده طيب هيبدأ يضرب على حواف المدينة دون التوغل بدرجة كبيرة المقاومة ترد وهكذا يعني فكرة العنف هتظل دائرة ندور فيها لن نصل الى فكرة تهدئة دائمة او وقف دائم لاطلاق النار زي ما قلت لحضرتك لانه المسألة دي مرفوضة اسرائيليا في الداخل في حالة من حالات الانقسام الشديد كما تعلم ما بين حتى القيادات السياسية حول استئناف العدوان ده مرة تانية او وقف هذا العدوان لانه له تأسيرات سلبية على الداخل ولكن نتنياهو اللي هو بيقود المفروض دلوقتي وفي ضوء غياب الرشادة زي ما قلنا كده هو ما عندوش اي رشادة الحقيقة ولا عقلانية زي ما كنا بنقول انه الدولة المفروض انها بتتخذ قرارات رشيدة تحقق مصلحتها لا النهاردة هو بيحاول يحقق مصلحة شخصية محضة ليست مصلحة وطنية حتى لإسرائيل ولكن هي مصلحة شخصية محضة للبقاء في المشهد السياسي هو عاوز يخرج باقل خسائر ممكن بالضبط لانه هينكل بي اكيد هو في كل الاحوال هينكل بي لكن هو بيحاول يخفف بس من وطأة هذا الامر من خلال الاستمرار في العمليات العسكرية بدعوة ان هو بيوفر الامن لإسرائيل لانه الهدف المعلن هو تدمير البنية العسكرية لحماس في حين ان كل الاهداف التي استهدفتها إسرائيل في ضربها خلال خمسين يوم كانت اهدافا مدنية كانوا كلهم مدنيين نساء واطفال اللي سقطوا لغاية النهاردة 14 الف شهيد يسقطون جراء قصف بربري وحشي مالوش اي تبرير تجاوز حتى قواعد القانون الدولي تجاوز قواعد الحرب نفسها تجاوز قواعد الاشتباك نفسها دون وازع من ضمير ولا من انسانية ومدعوم كمان غربيا لكن خليني اقول لحضرتك بقى انه يعني تغير شكل الحرب ده تمام ويه التوصل الى بعض الهدنات ده كان نتيجة جهد مصري صرف كان نتيجة جهد مصري الحقيقة لعبت فيه مصر زي ما قلنا دور القائد قادة الرأي العربي كمان قادة الرأي العربي الحقيقة حتى في القمة العربية الاسلامية التي عقدت فيه الرياض جاءت يعني بنود البيان الختامي داعمة للموقف المصري سواء فيما يتعلق بإدخال المساعدات ومصر فتحت معبر رفض لم تغلقه يوما واحدا وكانت مصرة على إدخال المساعدات رغم التعانونة الاسرائيلي وكان اكبر كم من المساعدات يدخل من مصر 75% لـ 80% يوسف وأنت تعلم أن المساعدات جاءت من مصر رغم الضغوط الاقتصادية وظروف الاقتصادية التي تمر بها الأمر الثاني أنه كان هناك دعم مصر وجهت العالم كله إلى فكرة رفض تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى أراضي أي دولة عربية أو حتى إلى دول أخرى حرصا على عدم تصفية القضية الفلسطينية أيضا العرب أيدوا العرب والمسلمين أيدوا مصر في فكرة الحل السياسي فكرة حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لتسوية هذا الصراع وأننا نعترف المجتمع الدولي يعترف بدولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب في منطقة فيها سلام الحقيقة التحرك المصري كمان ما أثرش بس على الرأي العربي والإرادة العربية ولكن أثر على الرأي العام العالمي وحضرتك يمكن شاهدت كثير جدا من المظاهرات التي جابت عواصم العالم كله يعني تطالب وقف هذا العدوان بل تصريحات رسمية من الإدارة الأمريكية ومسؤوليها ومن الأوروبيين نفسهم لاعتراف بدور مصر المفتاحي سواء فيما يتعلق بالتوصل لهدنات أو حتى فيما يتعلق بملف الأسرة عايز أقول لحضرتك أيضا أنه من بين المعلومات المتواترة قبل ما أتقي بحضرتك أنه إسرائيل رفضت ما يتردد حول صفقة الكل أمام الكل أنت تعلم أنه النهاردة في مباحثات بتجرى في قطر علشان نتوصل إلى تمديد الهدنة بس بشرط أن نصل إلى حل وهو نحن نخرج ستة ألاف أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية مقابل كل المحتجزين الموجودين لدى حماس الأنباء المتواترة وده نتيجة الارتباك والانقسام الموجود داخل يعني الحكومة الإسرائيلية ذاتها أنه هناك رفض لهذا الأمر قد يأتي في إطار الضغوط المتبادلة حتى نحصل إلى أعلى المكاسب ولكن وارد جدا أنه هذا الرفض يترجم في صورة استمرار العدوان واستئناف حالة العدوان مرة تانية والتي ستبقى فيها كارثة إنسانية يعني إذا كان ما سبق في خمسين يوما هو كارثة إنسانية حقيقية لكن النهاردة مع وجود كل الفلسطينيين في منطقة الجنوب أنت ستتحول المسألة إلى مأساه بكل المقيس بس في نفس الوقت وأنا برضو صححني يا دكتور لو أنا غلطان مفترض جدلا أن الأمريكان الأوروبيين الأسرائيليين استوعبوا التحذير اللي أطلقوا الرئيس في بداية هذه الحرب وهو التساع دائرة الصراع إحنا شفنا التساع دائرة الصراع ده لما لقينا الدرونز اللي جاية من اليمن وهي تذهب لضرب إيلات ده على سبيل المثال مسألة إن الحوتيين خطفوا إحدى المراكب أو إحدى السفن التجارية اللي كان طيب ده ملك وحد إسرائيلي لا دي ملك وش عارف شركة يابانية لا قصة طويلة المهم إنه هم عملوا مصيبة في البحر الأحمر وبالتالي هو التساع حقيقي لدارة الصراع عندنا مجموعة من الوكلة بيشتغلوا وهيبدأ يخش على الخط ودخل أحيانا ولكن على استحياء حزب الله يعني في عندنا حشد شعبي في العراق في حدوطة كبيرة جدا صحيح وبالتالي هل هذا الاستيعاب عند الأوروبيين عند الأمريكان عند الإسرائيليين باتساع دائرة الصراع مما يشكل خطر حتى على الأمريكان خطر على ممرات التجارة العالمية إذن نعود على الترابيز ونلاقي صيغة حتى لو كانت بعيدة عن المصطلح بتاع الوقف الكامل لإطلاق النيران نقدر نسك مصطلحات منها لحد بعد بكرة ولا إيه شوف اللي أنت بتقوله ده الكلام المنطقي الكلام المنطقي اللي احنا بنقول إنه لابد إنه يكون له إطار رشيد احنا بنفكر تمام؟ ونقول إنه بالزبط كيبا إذن هذا السيناريو أحد السيناريات المطروح لكنه مش بالضرورة يكون السيناريو اللي حينفس يعني هذا السيناريو قد يكون السيناريو المنطقي الأقرب إلى العقلاني علشان أنت عايز يعني تحيد المنطقة كلها وتحقق مرة أخرى السلام وتحقق الفلسطينيين حقهم وتمنع توسيع دائرة الصراع لكن مش بالضرورة هذا السيناريو يتحقق للآن ولا بعد شوي وارد جدا أن تكون هناك سيناريوهات أخرى بعيدة تماما عن الرشاد وهي استمرار عملية العدوان انتظارا لهذا السيناريو في لحظة ما في لحظة ما قد يأتي هذا السيناريو ليصبح محلا للتنفيذ لكن إمتى؟ مش بالضرورة يكون بكرة ولا بعد يومين ولا بعد ثلاثة تمام؟ هو موجود على الطاولة وموجود دائما في الأزهان يعني موجود دائما في الأزهان في أزهان الإدارة الأمريكية في أزهان الأوروبيين ولكن متى يتم تنفيذه وكيف تستطيع الإدارة الأمريكية إجبار إسرائيل على قبوله أو على تنفيذه في الوقت الرهي بوقف مؤقت لإطلاق النار بدل من استخدام مصطلح الوقف الكامل دورت وقف مؤقت دورت جدا تسأت حكومة نتانياهو هاتي حكومة بني جانتس على سبيل المثال لأنه استطلاعات الرأي بتقول أن جانتس يعني متقدم عليه افترضنا أنه جاء بني جانتس هنا نستغل الفرصة قاعد على الترابيز تقدر تستغل الفرصة بس تستغل الفرصة ولازم تبقى جاهز كمان للقاعدة على الترابيز يعني فكرة الجلوس إلى مائدة مفاوضات مسألة ليست سهلة يا سيد يوسف أنت تعلم أنك لما بتجلس على مائدة مفاوضات أنت بتبدأ من النقطة اللي انتهت عندها العمليات العسكرية من نقاط قوة اللي انت حققتها تمام ولازم يبقى عندك كمان أجندة واضحة ولازم كمان الطرف الفلسطيني يكون طرف موحد حتى يستطيع أن يقدم رؤية واحدة لازم يكون طرف موحدة وحدة الجانب الفلسطيني كيف يراها الدكتور حسن شوف أنا شايف أنه يعني حالة الانقسام اللي كانت موجودة كانت أحد التحديات المهمة اللي أعاقت كثير جدا من المسارات السياسية وعرقلت جهود دول عربية كثيرة ومن بينها مصر ويمكن مصر لعبت دور كبير جدا في محاولة رأب الصدح بين الفلسطين طبعا واستضافت الفصائل الفلسطينية وصدرت اتفاقات ولم يتم الالتزام بها الآن حان بالفعل وقت رأب هذا الصدح لأنه الكل يدعم دولة فلسطينية موحدة من قطاع غزة والضفة لابد أن يتفق الفلسطينيون بكافة فصائلهم لأن المصلحة هنا ليست فصائلية يا سيد يوسف لمصلحة دولة فلسطين إذا رغب الفلسطينيون في إقامة دولتهم شوف أنا بقولك إذا رغب الفلسطينيون مصر لا تتحدث نيابة عن أحد يا سيد يوسف لكن الفلسطينيين لازم يكون لديهم كمان الإرادة لهذا التوحف حسنا هعمل لك الدولة وإنت مش عاوي الضبط الضبط طب أنا هعملها إزاي؟ الضبط كده يبقى لازم يبقى فيه إرادة حقيقية للتوحف تحت راية واحدة حتى لا يكون هناك مبرر وهو مبرر دائم بتستخدمه سلطات الاحتلال أنا هتكلم مع مين؟ مع مين؟ تمام؟ وإيه الأجندة اللي أنا هتكلم عليها وإيه النقط اللي أنا هبدأ من خلالها تمام؟ علشان يبقى فيه دعم حقيقي للموقف الفلسطيني على إن إحنا إن جلسنا على مائدة مفاوضات ما إن إحنا نبقى بنشتغل مش بس على الوضع الراهن ولكن كمان على مكتسبات باقية من أصله 93 والمكتسب الوحيد الباقي هو إن أنا فيه عندي اعتراف دولي بمنظمة التحرير وبالتالي بالسلطة إيه مدى إن أنا أبني على المكتسب الوحيد الباقي؟ شوف لا طبعا إنت لو جلست المائدة المفاوضات لازم تنطلق من المقطلين وهي دي نقطة قوة أو حقيقة طبعا دي نقطة قوة حقيقية يعني لأنه السلطة هي الكيان المعترف به وهي الممثل الشرعي والوحيد ليه؟ الفلسطينيين ولا بد أن يقتنع الفلسطينيون أيضا بهذا الأمر لأنه دون الاعتراف بهذا الأمر الحقيقة يا أستاذ يوسف أنت لا تخطو خطوة واحدة نحو الأمان ومن هنا بتضع الأجندة بتاعتك والكلام اللي احنا بنقوله ده يا أستاذ يوسف إحنا لا ننتظر وقف أو وقف مؤقت أو دائم لإطلاق النار عشان نبدأ نفكر به لا هذه السيناريوهات لابد أن تكون مطروحة من الآن لأنه في لحظة ما سوف يتوقف إطلاق النار يبقى أنا عايز الفصائل اللي مش جوه المنظمة النهاردة تدخل المنظمة بالضبط علشان كده في مشروعات وأنت تعلم حتى في الصحف الأجنبية بتتردد بكثرة حول إعادة هيكلة السلطة الفلسطينية واستيعاب كثير جدا من الفصائل في داخله يا ترى بقى هذه الفصائل عندها الاستعداد هي المسألة ما قاعدتش بدائل لا مسألة حتمية بالضبط ما هوش طرف المسألة أصبحت حتمية النهاردة إن حضرتك تنضوي في إطار واحد يعبر عن الفلسطينيين بأسرهم ويعبر عن أجندة واحدة للفلسطينيين وبعد كده نوزع على بعض ما فيش مشكلة يعني نوزع المصلحة على بعض لكن فيك دون تتحق مصلحة للدولة يعمل إزاي شكل الإتلاف بتاع الحكمة يعمل إزاي دي قصص نبقى نتنقش فيها بعدين لكن كون إنه يبقى فيه كيان واحد لازم كلنا نبقى جوا المنظمة ما أفاجأش بإنه فصيل طالع يعني ينقض كل ما تم الاتفاق عليه يبقى بالتأكيد سوف نعود إلى المربع صفر طب وإيه نسبة احتمالية إنه الكل يستوعب إنه لازم كلنا نبقى جوا المنظمة الاحتمالية ضعيفة من وجهة نظري الحقيقة يعني التجارب السابقة بتقول ده للأسف الشكل طب والتجربة الحالية دي يعني التجربة الحالية أنا عايز دولة ولا مش عايز دولة على حسب كلامك التجربة الحالية يعني نتمنى يعني هي مسألة فيها أقرب إلى الأمنيات لكن برضو الخلافات كثيرة جدا حول يعني السيطرة بعد كده وشكل الحكم ومين اللي يتولى الحكم يعني فيه برضو ما زال حتى الآن حتى داخل يعني التائرات نفسها انقسامات داخلية تمام؟ وده محتاج إعادة قصة اتفق معاك بس يمكن الفرق ما بين الاستراتيجية والتكتيك صحيح رؤية وإجراء صحيح الرؤية أننا يبقى فيها عند دولة الرؤية تحتم إنه كلنا جوا منظمة التحرير طبعا التكتيك أي الإجراءات نتكلم عليها بعدين صحيح صحيح هل في احتمال إنه يبقى كلنا عندنا نفس الرؤية؟ دولة بس الأدوات بتختلف يعني ممكن يبقى عندنا رؤية لكن الأدوات بتختلف أحيانا واختلاف الأدوات بيؤدي إلى الخلاف ما بين الطائرات وبعضها ما نتمنى الحقيقة يا سيد يوسف من خلال برنامج حضرتك وهو برنامج يعني له متابعين كثيرين حقيقة يعني إنه الفصائل فعلا تستمع لما نقوله الآن إنه المسألة أصبحت حتمية وأن تكون لدينا رؤية موحدة وهي إقامة دولة شكل الدولة توزيع المناصب داخل الدولة الاستفادات داخل الدولة مصادر القوة داخل الدولة دي مسألة إجرائية يتم الاتفاق عليها لاحقا أما فكرة الاستراتيجية بعيدة المدى نحن كلنا نبقى في أجندة واحدة في إطار واحد لتحقيق هذه الدولة اللي طالت الحقيقة حلم تحقيقها النهاردة أنت عندك أكثر من 75 سنة بتتكلم على فكرة دولة فلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على أرض مسلوبة النهاردة بتتكلم على حل الدولتين من 2002 لغاية النهاردة ولم يتحقق منه شيء حتى أن الرئيس أشار إلى أن هذا الحل نفسه استنفد أغراضه لأنه لم يتحقق منه حتى الآن شيء وبالتالي طالب المجتمع الدولي بأن يقف أمام مسؤولياته ما هي كمان مش مسؤولية العرب فقط ولا مسؤولية مصر بس ولا مسؤولية الفلسطينيين بس دي مسؤولية المجتمع الدولي كمان على حالة الإنسانية والقيم وحقوق الإنسان اللي بيدعيها المجتمع الدولي حقيقة سقطت يا سيد يوسف جراء هذا العدوان وجراء نكران حق الفلسطينيين أنفسهم في دولتهم وحقهم المشروع في الدفاع عن نفسهم أنت بتتكلم على حق إسرائيل وهي دولة احتلال مزعوم بأنها حلال حق المزعوم في الدفاع عن النفس وتنكر على الفلسطينيين أصحاب الأرض اللي هم يدفعوا أمام المحتل يعني أنا متفاهم الحقيقة أي منطق يسيطر على العالم كله في هذا الإطار الحقيقة شديد الإيلام يعني أنا عايز أشكرك يا دكتور دولا أنا سعيد ببقى سعيد جدا لما بشوف حضرتك أصلا وببقى أسعد جدا لما بستضيفك لأنني بستفيد كتير جدا كل الشكر ليك يا دكتور وأسفين على أن احنا مؤخرينك كجلد بالعكس أنا استفدت وساعتك العفو فندم نحن استفدت كل الشكر ليك يا دكتور كل الشكر لدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية ترجمة نانسي قنقر